الأبوة ليست عروق ودماء الأبو وهدين الأبو وهدين ولذلك أيها الأحباب فيما يروى أن رجلا وهذه القصة حدثت في مدينة الرياض ومن الدعاة الموتوقين قصها قال إن شابا قدم لمغسلة الموتى حتى يقلب ويغسل ويقدم للمسلمين فعرفه المغسل قال هذا فلان ابن فلان قالوا نعم قال إني لا أغسله لماذا؟ قال أعرفه وهو من أبناء جيراني هذا لا يركع ركعة ولا يصلي مع الجماعة وأمه تشتكي منه وهو رجل سوء وشر أنا لا أغسله ابحثوا له عن مغسل أتى والده ووقف خارج مغسلة الموتى ويبكي غسلوه قالوا المغسل رفض ولكنهم أرادوا أن يستأنسوا بالفتوى اتصلوا على دار الإفتاء في زمن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز أخذ الهاتف فهاتف الأب هل ابنك يصلي؟ فبكى الأب فقال والله لا أكذب على الله لا والله يا شيخ ما يصلي والله يا شيخ ما يصلي باليوم واليومين وإن صلى معنا أحيانا أعلم وأعرف أنه على غير طهارة لكن ماذا أصنع؟ الفتوى خذ ابنك وارحل به عن المسلمين لا تغشهم بغسيله بتغسيله ولا بتقديمه للصلاة عليه اذهب به ولا بالقبر فلا يقبر مع المسلمين اذهب له في صحراء بعيدة وواره كالجيفة وأبعده عن الناس كيف يدفن ابن من أبناء المسلمين كالجيفة؟ لأنه العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة لأنها عمود الإسلام من تركها فقد كفر من تركها حبط عمله حبط عمله حبط عمله والله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لو أن ابن من أبنائنا لا يصلي وعلم الأب أنه لا يصلي حرم عليه أن يقدمه للمسلمين يصلى عليه حرم عليه أن يدفعه لمغسله من مغاسل المسلمين لكي تغسله حرم عليه أن يوارى في قبر بجوار قبل مؤمن مسلم موحد أيها الأحباب الأبوة ليست عروق ودماء الأبو وهدين الأبو وهدين الله لو عاد ميت إلى الدنيا أحمدك من أمك من اتق الله جاءه الرزق من حيث لا يحتسب لا يصلي الله لا يمر إليه يجوج لكم السكوت قال مخافتك يا ربي مخافتك يا ربي يجب من punch ترجمة نانسي قنقر وضع جميل من قنقر ورحمة والدنيا